الى لبنان الان حيث تحولت الساحة السياسية منذ بضعة ايام الى حلبة تتضارب عليها الاجندات وتتصادم فيها المواقف بين حركة حماة الديار الدائمة للجيش اللبناني وانتقادات الجمعيات المدافعة عن اللاجئين السوريين وتصريحات الساسة المتعارضة كيف تحول الجيش الى مركز استقطاب سياسي؟ هل ضغوط حزب الله وخططه هي من تحرك المشهد؟ وما تداعيات هذا الذي يحدث على التوازنات الحزبية والسلم المدني في لبنان رقعة العنصرية تجاه اللاجئين السوريين تتوسع في لبنان وهذه المرة بنفس ميليشيوي حماة الديار ميليشيا تم تأسيسها بحجة مناصرة الجيش اللبناني تهدد وتتوعد اللاجئين ردا على تظاهرة دعا اليها ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بما يتعرضون له من انتهاكات لتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بكمية حقد وبخطاب كراهية ينبئ بكثير من المحاذير حيث تؤكد مطياطن انه يراد منها تفجير الوضع الداخلي وخلق شرخ كبير بين المجتمع اللاجئ والمجتمع المضيف نحن ما حنسمح لكم جوية اراضينا قدام صلنا اراضينا وصحتنا هذا شي فاش على رأبتكم انتو واللي بيشد على مشابكم وبعيدا عن خطاب ميليشيا حماة الديار التي تقول انها تناصر جيش البلاد بالهجوم وتهديد الاخرين فان الجيش نفسه حتى الان لم يعلن عن نتائج تحقيقه في مقتل اربعة سوريين كان يحقق معهم نحن كمركز لبناني لحول الانسان يوم نقول الجيش لازم يعلم نتائج التحقيق بكل شفافية اذا صار في انتهاك لازم يصير في محاسبة لانه هذا الشي الوحيد اللي بيسكر الباب على كل الاستغلالات اللي عم بتصير عدم كشف نتائج التحقيق بتضعف السئة بالجيش اللي كان على المستوى المحلي او على المستوى الدولي وهيدي اكبر ضربة بتكون للجيش اللبناني اذا لن تكشف نتائج التحقيق لانه بتبينه كشيش قمع وعلى وقع اقتراب معرقة عرسال ضد ما يقالوا انهم مسلحون في تلالها شرقا والتي حضر لها حزب الله مدعوما من الطيران الحربي السوري تبدو الحكومة غائبة بشكل كلي عن مثل هذه القرارات ويبدو معها دور الجيش هامشيا رغم انه الوحيد المناط به حفظ الامن لكنه يبدو انه لا يملك مفتيح الحرب والسلم التي اصبحت بحوزة حزب الله من الواضح ان المايستر الاساسي في ما يحصل في عرسال هو السيد حسن نصر الله هو الامر الناهي بظل صمت حكومة كاملة الحكومة كقرار غائبة الرئاسي لا تتدخل في هذا الموضوع وكأنه لا يعنيها ورئاسة مجلس نواب طبعا كمان من الاساس عنده موقف مغير لهذا الموضوع الجيش مستعد كامل استعداد للمعركة لكن لا قراره سياسيا في هذا الموضوع وبين ضرب تبول الحرب وشيطنة اللاجئين السوريين والمطالبة بترحيلهم واعادتهم الى ديارهم من دون اي دمانات ومحاولات تهميش الجيش اللبناني والحكومة يكتفي مصدر سياسي بالقول فتشوا عن حزب الله على مدى السنوات الماضية وصولا الى اليوم تحولت البلاد رهينة قرارات حزب الله واهوائه في الامن والسياسة وفي الحرب والسلم ليصبح كل تفصيل خاضعا لهيمنته وسيطرته الكاملة سلمان العنداري سكاينيوز عربية بيروت واذا كانت تحركات الجيش تثير الجدل السياسي في لبنان فان الصورة لن يكتمل فهمها دون التعرف على خطط حزب الله والهدف الذي يسعى إليه من خلال الدفع بالجيش إلى واجهة المشهد هذا ما سنتعرف عليه الآن مع شانتال يزداد المشهد تعقيدا حول وضع اللاجئين السوريين ويبدو أننا بصدد عملية عسكرية كبيرة كما يتوقع البعض في هذه المنطقة كثيرون مهند يعتقدون أن ضغوط حزب الله لإقحام الجيش في لعبة تتجاوزه لا تفسرها سوى خطط الحزب وطموحاته الخارجية إذ يبدو أنه بعد فشله في فتح ثغرات ومناطق نفوذ جديدة في العمق السوري بسبب الخط الأحمر الذي فرضته واشنطن يسعى الآن إلى تغيير حركة مقاتليه على الأرض وإعادة انتشار على معظم المناطق الحدودية وصولا إلى دمشق مع ضمان أمن الساحل السوري تبدو إحدى أولوياته اليوم منطقة عرسال هذه هي منطقة عرسال والمبرر تنظيف المنطقة من النصر وداعش لذلك وضع الحزب خططا تسمح له بالتقدم حتى يبرود نتحدث عن هذه المنطقة يبرود وعسال الورد في هذا إذن التقدم من عرسال حتى المنطقتين لسدي ما يعتبرها ثغرات على الحدود اللبنانية لكن المعركة لا يبدو أنها ستكون سهلة لسببين أولهما وجود مخيمات للاجئين السوريين في هذه المناطق وثانيهما عدم توفر الخزان الطائفي الذي يمكن الاعتماد عليه في هذه الساحة لذا يضغط الحزب لفتح قناة التصال رسمية لبنانية مع الحكومة السورية وإعادة قسم من اللاجئين إلى الداخل السوري تقوم الخطة الجديدة على المقايدة في مناطق جغرافية مختلفة حيث تجرى اتصالات لإعادة ألاف اللاجئين من المخيمين في عرسال إلى داخل القلمون وإفراغ هذه المنطقة من المدنيين لوضع تحت إشراف الجيش وبمراقبة من الحزب الذي سيتمكن بذلك من ربط خطوطه بين سوريا وجنوب لبنان إذن هنا بهذه الطريقة يكون سيطر على طول الخط الحدودي بعدما ثبت وضعه في منطقة لقصير هنا في هذه المنطقة وصولا إلى حمص ورغم نجاح الحزب حتى الآن من الربط بين مناطق سوريا عدة على الحدود مع لبنان واتخاذ بعضها مواقع خلفية لمسلحيه إلا أنه لا يزال يواجه ضغوطا كبيرة في منطقة البادية إذن هو ليزال يواجه ضغوط في منطقة البادية للتقدم في ريف حمص الجنوب وصولا إلى جنوب شرق سوريا يبدو أن الخيار المقبل سيتركز على إبقاء القوة الأساسية من مقاتلي في المناطق القريبة من لبنان بعد النزيف والخسائر التي تعرض لها في الداخل السوري وفي ظل المتغيرات الجديدة التي لم تعد تلعب لصالحه وهذا ما يفسر ربما إقحام الجيش اللبناني في لعبة سياسية معقدة لا هي من مصلحته ولا من اختصاصه مهند المشكلة كبيرة جدا لأنه من يحافظ اليوم أو من يحمي الجمهورية اللبنانية هو الجيش اللبناني وعندما تصل المشكلة إلى داخل هذه المؤسسة العسكرية تكون بالفعل قد وصلت إلى حدها البعض يعتبر أنه انتهت المشكلة من عرسال تدأت المشكلة من عرسال وستنتهي بهذه الطريقة نشير هنا إلى أن هؤلاء موجودون في عرسال اليوم لأن حزب الله هو من أخرجهم وهو من قاتل في أراضيهم اليوم هو نفسه من يطالب بإخراجهم من عرسال إلى مناطقهم مجددا صورة معقدة كما أشرنا شونتان ويبدو أننا بالفعل بصدد التخضير لعملية عسكرية هل سيقوم بها حزب الله؟ هل سيكون للجيش اللبناني دور؟ أم ماذا؟ دعينا نسأل ضيفنا من بيروت بعض هذه الأسئلة معنا من هناك الكاتب والباحث السياسي حنى صالح أستاذ حنى مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار ما الذي يجري في هذه المنطقة عرسال؟ لماذا احتد هذا الملف الآن ملف اللاجئين السوريين؟ ما الهدف من تحركات حزب الله؟ أرسم لنا صورة لو سمحت عما يجري هناك والهدف النهائي من وجهة نظرك بدون شك الوضع خطير جدا ولافت التوقيت هذه القضية تحركت في الأسبوعين الأخيرين وتحديدا منذ عشرة أيام بشكل كبير فورا بعد الإعلان عن الاتفاق الذي طال الجنوب السوري في الاتفاق في الجنوب السوري تم إخراج الأزرع العسكرية الإيرانية مسافة 50 كم وبطول مئات الكيلومترات من هنا تضغط إيران للقبض أكثر فأكثر على مناطق القلمون الغربي تنظيف كل هذه المناطق وربطها بلبنان دائما منذ ثلاث سنوات هناك حقدة اسمها عرسال عرسال التي احتضنت النازحين والتي ألقي عليها أعباء كثيرة وبأي حال الأزمة بالأساس في لبنان أزمة النازحين وهي أزمة كبيرة يجب أن نعترف بذلك مسؤولية الحكومة اللبنانية أو الحكومات المتتالية منذ اللحظة الأولى لم تبادر الحكومة اللبنانية إلى إقامة مخيمات بل تركت الأمر فتحول لبنان كله إلى مخيم وتحول لبنان كله إلى وضع معقد جدا والقرارات المتتالية للحكومة اللبنانية والمواقف المتتالية للسلطات اللبنانية وضعت الفقراء النازحين من سوريا بواجه الفقراء اللبنانيين حتى اليوم نسمع كلام من مراكز دينية عالية مسيئة للبنانيين قبل أن تكون مسيئة للسوريين هناك سعي جدي للقبض وإمساك الحدود وجعل الجيش بالموقع المغاير الذي عرف عنه في السابق نعرف قبل سنوات في معركة كبيرة معركة نهر البارد الجيش حمل المدنيين دفع أسمان كبيرة الآن يتم دفع الجيش للصدام بالناس بأي حال المعلومات الجديدة اليوم أن الجيش أبلغ المزارعين اللبنانيين الخروج من الجرود سحب الآليات رئيس البلدية باسل الحجيري أعلن بعض الظهر اليوم أنه تبلغ رسميا بمعنى أن هناك معركة على الأبواب هنا دعني أسألك سيد حنة تطرقت إلى موضوع الحكومات المتتالية وكيف تعاملت مع هذه الأزمة اليوم ملف يطرح من زاوية أخرى إقحام الجيش اللبناني في هذا الملف وتتحدث عن هذه التحضيرات الآن هل نحن برأيك أمام نهر بارد ثانية ولماذا برأيك دخل الجيش أو تم إقحام الجيش إذا أمكاننا القول بهذه الطريقة على المستوى الرسمي أعلن قرار أن الجيش اللبناني ليست معركته لن يتدخل سيدافع عن الأراضي اللبنانية لكن رغم هذا الإعلان يبدو أن خطة حزب الله خطة الميليشيات التي يقود الحرس السوري الخطة السورية مهاجمت هذه القوى من جهة من الداخل السوري لدفعهم باتجاه وادي حميد أي لوضعهم بمواجهة مع الجيش مباشرة لأن مراكز انتشار الأزرع العسكرية الإيرانية المختلفة والأساس فيها هنا حزب الله تدفع هذه القوى للصدام مع الجيش هذا يعني وضع الجيش أمام خيار صعب أمام وضع صعب واللافت أن المعركة التي يريد فتحها حزب الله ما من مقدمات تبررها قبل فترة قصيرة كان هناك تعاون بين حزب الله وجبهة النصرة في اتفاق المدن الأربعة التي رعته قطر وجرى عدة مرات تبادل أسرى بين الفريقين ومفاوضات بين الفريقين لا حزب الله ولا الأزرع العسكرية الإيرانية ولا النظام السوري يريد إعادة النازحين يريدون أكثر فأكثر رابط الحكومة اللبنانية بالنظام السوري مزيد من الاعتراف مزيد من التعاون وليس حل أزمة النازحين السوريين ولو كانوا يريدوا حل أزمة النازحين السوريين لماذا هجروا بالأمس القريب الزبداني وسواها والتهجير مازال مستمرا طيب أستاذ حنى أشار قبل قليل أن هذه ليست معركة الجيش اللبناني من الذي سيقوم بالعمليات العسكرية؟ رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل سيد نبيه بر يقول حزب الله لن يدخل بلدة عرسال في شمال شرق لبنان إذن من سيقوم بهذه العمليات في نهاية المطاف؟ هل ستكون عمليات مشتركة أم ماذا تحديدا؟ في محيط عرسال هناك مواقع حصينة للجيش اللبناني من عرسال حتى رأس بعلبك مسافة طويلة يمسكها الجيش بشكل قوي الخطة التي يتبعها الحرس السوري الإيراني وحزب الله هي دفع المسلحين التابعين لجبهة النصرة ويقال أن بعضهم لداعش الموجودين في المنطقة دفعهم باتجاه مراكز الجيش لإحداث الصدام وإحداث رابط ميداني حقيقي بين الجيش اللبناني والجيش السوري وهو ما سعى لبنان طويلا للخروج منه وعدم الإنجرار إليه لنعود إلى خطاب القسم لنعود إلى الاتفاقات التي أدت لوصول الرئيس اللبناني إلى سدة الرئاسة وتشكيل هذه الحكومة كان هناك حرص وإعلان بالصوت المرتفع أن لبنان يجب أن يبقى خارج هذه النار وعدم التدخل الآن يجري تجاوز هذه المسألة وجعل لبنان بكل أسف ليس دور الجيش اللبناني الصدام مع السوريين هو يدافع عن الحدود هكذا أعلن بأي حال الوضع سيكون له تداعيات لأن هناك مواقف صدرت بالفترة الأخيرة كان أبرزها الكاتب المعروف صدرت كتابات عديدة بالفترة الأخيرة حذرت من أن يأخذ الجيش مواقف متطرفة منحازة خصوصا بعد زيارة تلامزة المدرسة الحربية إلى إمليتا وهذا طرح علامة استفهام كبيرة أيضا السلوك الذي جرى في مخيمات عرسال وحتى الآن من مصلحة الجيش يجب إعلان نتائج التحقيق بالقتل حتى الآن لم يصدر أي شيء مما اقترى وزير الداخلية بعد ظهر اليوم للقول أنه يجب تسريع التحقيق والكشف يخشى من أخذ الجيش إلى غير مكانه وهذا سيؤثر على مصدر هنا دعني أسألك سيد حنة لاحظنا تخبطا سياسيا رئيس الوزراء يصدر تصريح يعاكس وزير خارجيته أود أن أعرف منك اليوم من قام بعمليات التحريض ضد اللاجئين هل هم أنفسهم السياد القرار فيما يخص هذه الأزمة وهنا أعني حزب الله اللبناني من البداية الحكومة اللبنانية هي مجرد حكومة تصريف أعمال لا أكثر هذه الحكومة عندما تجتمع تقرر صفقة كبيرة لنهب سروات الشعب اللبناني أول قرار أخذته كان قرار النفل ثم قرار استئجار البواخر وهي صفقات مهينة صفقات ترهن مستقبل لبنان لعقود طويلة وتضيع سرواته هذه الحكومة مجرد تصريف أعمال في القضايا الأساسية هناك مرجعية واضحة باتت مفاصل القرار بيد حزب الله والمؤسف أنه ما من مواجهة من جانب السلطة السياسية لهذا القرار هناك إمكانية جدية لو شاءت السلطة السياسية أن تقوم بدورها رئاسة الحكومة دور كبير دور مؤثر الآن قد يكون هناك ضعف لافت أو فراغ ما في رئاسة الحكومة كنت أشرت إلى ما قال الكاتب رضوان السيد الذي قال منذ أيام وهو يعبر عن أوصات واسعة بلبنان أنه جرت العادة أن يكون هناك تأييد من جانب رؤساء الحكومات لكل المواقف التي يتخذها الجيش بعد الآن هذه المواقف لن تكون التأييد لن يكون شاك على بياض يجب أن نسأل عن الأسباب عن الدوافع عن الدور هناك بوادر أزمة سياسية وبوادر اتساع الصراع بين الأطراف السياسية رغم أن القرار الفعلي بدون شك ليس بيد الحكومة شكرا جزيلا لك الأستاذ حنى صالح الكاتب والباحث السياسي كان معنا مباشرة من بيروت